سيد فادي سنام مدير عام وزارة الصحة سيد فادي بالمشابرة حي عم بقولونا موتوا يعطيك العافية مساء الخير لإلك والمشاهدين بداية عم تحب تعلق شوي على المقدم اللي بلشتوا فيها يعني أول شي وزارة الصحة ولا يوم قاب دور الرقابة رغم أنت عم تشوف قدام وزارة الصحة كتير قليلة وزارة الصحة بتغطي أكتر من 50% من الشعب اللبناني اليوم بظل الأزمة اللي نحن عم نعيش بها النسبة زادت نحن اليوم عم نلامس نحن الموازنة تبعيتنا منغطي بحدود 60% من الشعب اللبناني اليوم أنا بحب أقول لك شغلي ومن خلالكم المقدم اللي أنتوا عم تقولوا فيها رغم يمكن الناس مرات بتخاف من الطريقة اللي بتتعاطو فيها أنا معكم بقصة الأمن الصحي الدولي كلها اليوم متجهة على الأمن الغذائي بس أنا برأيي الأمن الصحي هو أهم بكتير من الأمن الغذائي مثل ما أنت عم بتشوف ما حدا يعني اللي اللي بيموته من قلة الأكل بس كتار اللي بيموته من المرض ومن المستشفى ومن الدولة هون يمكن نحن كنا نتمنى من الدولة بشكل عام كله نحن عم نحط موازنات لوزارة الصحة أو للقطاع الصحي بشكل عام ما يكون في مناء شي فيها لأنه بشكل عام نحن قدمى فينا عم نقوم بتأزيز الرقابة رغم الإمكانيات الضائلة اللي لدينا بوزارة الصحة وأنا بأكد لك أنه وإنتوا بتعرفوا أكيد أنه ولا يوم نحن الرقابة تبعيتنا كانت قليلة لا بالدواء ولا بالاستشفى ولا بالرعاية الصحية الأولية اللي نحن عم نقوم فيها بشكل كتير جيد باللبنان وهون يمكن ما حدا بشير لقلنا سيد فادي لو سمحت لي بس ما علي شي يعني حضرتك راضي راح توصل لك راضي عن التغطي بالمستشفيات أو بالكارنتينة بموضوع الدواء طبع مرضى السرطان رقابة بهذا المطرح نحن نحكي بتلزم المستشفيات المستشفيات عم تطمطع بالعالم ومنعطيك أسماء لا 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 أكيد أنا معت مية بالمية خلينا نفصل الدواء عن المستشفيات خلينا نحكي أول شي بالمستشفيات نحن بنقاش وصراع إذا بدأت معنى قابل المستشفيات عم تطلب زيادة التعريفات بين 9 و 11 مرات نحن كوزارة صحة على 6 شهر قدرنا نزيدهم 3 مرات ونصف ومتل ما بتعرف الجيش تزيدهم 5 مرات وهون المحلين اللي قدرنا فيهم عملنا خرق كجهات ضامنة بوقت إنه نحن وبصراع دائم معنى قابل المستشفيات فيه مستشفيات كتير ملتزمة وخاصة لمستشفيات الحكومية وفيه مستشفيات خاصة ببيروت وجبل لبنان أنا برأيي فيه مكان ما عما تستغل المواطن أنا رأيي اليوم فيه أزمة كتير كبيرة بين موضوع الاستشفاء المواطن عم بيكون هو عم بيدبر حاله من إمكانياته الخاصة بشكل أو بآخر خاصة باستثناء يعني كتير قليل وزارة الصحة والجيش لأنه عم بيأمنوا أكتر من غيرهم لأنه قدروا أمنوا تمويل من مكان ما وهون أنا بديعي أكيد أنا معكم الدولة لازم يكون الدعم الأساسي لموضوع الاستشفاء لأنه هذا الخطوط أمن الصحي وأخطر بكتير من الأمن الغزائي بس هون اسمح لي سيد فادي بس ما هون بالمقابل ممكن حدا يطلع ويقلك من أنه أنا على أي أساس بدي أجي زيد لموازنة وزارة الصحة بظل كل ما كان يعني يقال سابقا خصوصا لجهة أنه كان فيه يمفتح يعني اعتمادات طريقة غير مفهومة للمستشفيات نشوف أرقام كتير كبير وسمعنا عن كتير فضايح عن عمليات وهمية كانت عم بيتم قيدة سواء بالضمان أو بالوزارة الصحة ليك صحيح صحيح ليك بدي لك شغلة أنت عم تقول يسقط حكمة يعني أنت عم تحارب الفساد عطول عم تحاربه بالإدارات وبمحله يعطيكم ألف عافية عدول عم تقوموا فيه بس في فساد كبير بالقطاع الخاص وعند الشعب ما فيك تفصلهم يعني أنا بدي أقول لك شغلة أنا ما عم بفصلهم أنا كلي اللي عم بقول لك ممكن الحجة المقابلة تكون أنا كيف بدي أصرف بهلأ بوقت التقشف اعتمادات إضافية بالوقت اللي ما عمل آليات للتأكد من أنه الزبائنية السياسية و أكتر من هك الفساد المتجزر ما يكون على قليل يتعنش أنا بس رح قل لك شغلة أنت عندك حالتين مرقوا معك قالوا لك أنه قبل كانوا عم يتعالجوا حساب الوزارة وعم يتأمن الدواء حساب الوزارة يعني أنا اليوم اللي بحب أقوله قبل رغم كل شي وأنا معك أكيد كان فيه فساد واليوم فيه فساد وحيضل فيه فساد ونحن شغلتنا نحن وإنت وغيرنا بحارب الفساد بس اللي بدي أقول لك أنه اليوم ما بيجوز أنا بموضوع الاستشفاء أنه في صراعنا نحن والمستشفاء أنه طالبين 11 مرة زيادة نحن اليوم قدرنا زدنا موازنة الاستشفاء من 445 مليار ل225 مليار بشكل عام كل موازنة الاستشفاء كافي هذه الموازنة سيد فادي كافي هذا المبلغ نحن اليوم أكيد منا كافي بس هذا اللي قدرنا حصلنا عليه يعني أصدق سهول بيغطوا نسبة معينة شو منقول لباقي المواطنين اللي هن الستين بالمئة قلت حساب وزارة الصحة لما عم تطلع حكومة ووزارة تقول نحن قدرنا نأمن لهن صاروا الربع اللي كانوا تغطيه وأنت كيف شو بك تقول للناس يعني أنه منغطي قدمة فينا وبعدين يدبروا حالهم لكن نحن مثلنا مثل كتار مستشفيات في كتير حالات بطلت عم تقطع حساب الوزارة يعني صار في كتير مستشفيات ما بتقبل ولادة طبيعية حساب الوزارة وأنه بشكل عام اليوم المواطن صار لحاله يا أخي فردي كانوا عم تشكي معنا أنت هل يحق للمستشفى تبطل ترفض تاخد ولادة كيف لازم تلزموها ونحن شغلتنا اليوم بمعرك اليوم معركتنا مع المستشفيات كمان رغم كل شيء أنا ما فيني بمحلة من المحلات يعني الأزمة بمستشفياتنا نحن رح نحكي عنهم مستشفيات الحكومية نحن عنا كتير أزمة كبيرة أنه اليوم مثل ما أنت حطيت اليوم طون المزيوت اللي بيستعملوه يومي بده أقل مستشفى عنا طون مزيوت باليوم ألف ومائتين دولار أنا كيف عم بفرض عليه وقد ما فيني عم بتشدد عليه بس آخر شي هو عم بيجي يقلي أنا اليوم كان طون المزيوت هالأب صار ألف ومائتين دولار كان لتر الأكسجين مفهومي هاي بس في أشياء ما زادت بس عموما لا لا نحن ما عم نقول نحن عم نقول أنه زيادات سعر الدولار يمكن زاد 14 مرة نحن عم نقول قديش طلبتو أنتو الموزني سيد فادي بالأول وعطوكن هالأجل قديش طلبتو قديش عطوكن لكن نحن منموم طلبنا بدنا نزيد 8 مرات وصلنا للخمس مرات الاستشفى هو سؤال حاليا حاليا بالاستشفى أنتو عم تغطوا يعني بالمعيارة لنحك باللغة اللي بيفهموها العالم نحن بعد ما أخذنا للموزني نحن بعد ما أخذنا للموزني نحن عم نغطي ثلاث مرات ونص نحن عم نغطي ثلاث مرات ونص حطين منحة أو قرد من البنك الدولي بشمل الضرائب كمان لا 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 ست شهر هي مدتها ست شهر لكانت أقرد الموزني حتى نقدر نقوم بحق هيقبل الإقرار الموزني فهمت عليك لاتمشو حالكم بس اللي عم تحكيه أنت عملية للواحد أفضل ما يكون مضمون صراح مش مضمون وزارة صح أفضل أفضل من الضمان أفضل من الضمان هلأ إذا أنت مضمون اليوم مضع الضمان رح اترك ساعات المدير العام يحكي عنه بموضوع الدواء سيد فادي العالم عم تعاني بالكارنتينة ما في أدوية وخصوص أدوية السرطان معاناة لا لا شك في معاناة كبيرة بموضوع الدواء موضوع الدواء فيه آلية نحن عملناها لدعم الدواء وهون أنا كمان برجع أبأكد أنه الموضوع الدواء نرجع شوي ما تقولي رح تشكي أنا وياك عن الدولة الدولة كان فيها لا لا تفضل احتياطي بمصر في لبنان نحن كل فاتورة الدواء في لبنان كانت مليار وثلاثمئة لأمليار وستمائة مليار وستمائة مليار وستمائة مليون دولار اليوم بدي أقول لك شغلي اليوم انصرف عشرين أو أكثر من عشرين مليار دولار أنا بقدر يمكن كان فينا نضل بدعم معظم الإدوية الموجودة في لبنان اليوم نحن موازنتنا كوزارة موازنت لبنان بدعم المتاح من مصر في لبنان خمسة وعشرين مليون دولار للدواء وعشر مليون دولار للمستلزمات الطبية هون أنا بدي إلا قوم في أولويات نحن عما نقدر نغطي والآلية يمكن عم تكون عما تأخذ وقت بحدود شهر للمستوردين الإدوية صار فيه موضوع بيننا وبينهم إنه الـ خمسة وعشرين مليون دولار هي لكل الدولة مش بس لوزارة الصحة وهون أنا بقول لك إيه عم بيكون فيه نقص حقيقي بموضوع الدواء وأنا بدعي هون بدعي الدولة بدعي الحكومة بدعي مجلس النواب لزيادة يعني أعطاء الدواء أولوية باللبنان ما بيجوز يكون فيه يمكن أنه إذا بدك تقشك بموضوع الأدوية خاصة أدوية سرطانية صحيح وأدوية للأمراض المزيدة بس المشكلة نحن بمحل من المحل المشكل بأنه ضوى السرطان المدعوم لمش من زمان كنا عم نشوفه على الرفوف بالعراق وبتركية للأسف وبتذكر حتى نحنا مش من أشهر أثرنا هذا الموضوع وحطينا دلائل على هذا الموضوع يعني ما هي مشكلة نحن بدي إليك نقطة نحن كمان بوزارة الصحة عملنا بروغرام جديد بيبلش تطبيقه كتير قريب وبأدوية الأمراض السرطانية خصوصة عملنا بروغرام اسمه ميدي ترك بنقوم بتتبع كل أدوية الأمراض السرطانية من وقت أن تجي على البنان لحد المريض اللي بدي أخذها هون عم أقلك نحن عم نسابق الوقت بالشغل بموضوع متابعة الأدوية خاصة الأدوية المدعومة لأن يكون في ميدي ترك لكل الأدوية اللي عم تكون مدعومة ولكل الأدوية بلبنان كيف تجي وين بتروح لتوصل للمواطن يعني تتبع ألا إلا واضحة طيب سيد فادي قبل ما بس بدي أقلك بموضوع الدواء كمان يعني نحن مثل ما بتشوف أنه موازن بيتنا بالدواء زادت أربع مرات كانت 158 مليار صارت 610 مليار نحن كمان وبدأ لك شغلي يعني هون في موضوع كمان ما حدا بيتبهله هون ندعي الناس نحن عنا اليوم 280 مركز رعاية صحية أولية بلبنان عم بيقول ما على الدعم من جهات هون ما حدا عم بيشير لإنهم يعني نحن ويمكن مبارح كنت عم ناقش معالي الوزيرة عطول الناس بتشوف الجانب اللي عم بيكون مظلم نحن مراكز الرعاية الصحية الأولية هي الملجأ الأخير اليوم نحن زادت كمية الناس اللي عم تروح عليها يمكن للطبابة ولأخد لأدوية لأمراض المزمنة بشكل كتير كبير يعني هون أنه يمكن بموضوع الرعاية الصحية الأولية وبعض الاشياء اللي نحن عم نعملها مثل الطلقية بدنا نشير لإلهم أنه هون كمان زادت كمية زادت نسبة الأقبال عليهم بشكل كبير بس نستغل وجودك معنا قبل ما نختم معك لنسألك يعني إحنا كنا نعملها فقط يعني بتذكر من شي أسبوعين عن موضوع اللقاح وكيف أنه صحي خلينا صبي منذ ما تلقى تحصل على شهادة لقاح أنا بديسألك سؤال بسيط هلأ ليه هذه الشهادة بعدها شغالي بعدها بعدها شغالي على بس رح قل لها تشغلي نحن أول شي عملنا لجنة أول شي بالموضوع بسي آر موضوع المختبرات وموضوع المقصة بالمختبرات مثل ما أنت بتعرف نحن سكرنا عقصان بسي آر بالمختبرات لنخلف بموضوع الشهادات هذا موضوع ما إلو علاقة أبدا طلع بالمنصة اللي عندنا هذا هكتر عما يعمل شي بطريقة كتير محترفة نحن اليوم مشكلنا ليش نعمل مش عنصر بشري بلا بس هو بشري بس أنه ممكن يكون من لبنان في ناس عم نشتغلون نحن عملنا ليش نعمل عم يفوت يخرق امباكت يعني عم تقلنا مش أنه من المستشفى لا في بأحد المستشفيات كان فيه كمان خرق ونحن وقفنا الموظفة بالمستشفى ووقفنا خرق بشري بس فيه خرق في محل مش على المنصة طبعا عمل شي يعني عم ياخد الـ QR Code بلبنان وبرات لبنان ويسجل عليها أسامي لبنانية لكن هذا التطور نحن هلأ عم نشتغل عليها يعني نحن عملنا ليش نعم وانتم معكم خبر فيها عم نشتغل على هذا الموضوع وفي أي وقت بتحبوا وتفضلوا لعننا يعني هذه المنصة اللي هي تحت إشراف التفتيش المركز يا أصدك تفتيش المركز أوك إذا مخروعة يعني أوك طيب لا 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 يمكن خرقها أنا قلتلك ناس عم تعمل خرق بمحلات عندها منصات تانية يعني عم تجرب تجيب في QR Code بيكون مثلا باسم فادي سنان بمسلا لندن عم بيحق عليه اسم مثلا رياض سيد فادي بس نحن اللي عملناها تأكد لينك وفتحنا لا لا انت اللينك اللي عندك معك حق بأحد المستشفيات صار فيه خرق بشري يعني نوع خرق بشري ونحن وقفناه فورا ماشي طيب بس وقفوا وقفوا الشهادة سيد فادي بس يعني نحن 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 الشهادة بعنا شغالة الصبي اللي أخذت الشهادة منها ملقحة يعني وهن طبعا فيه أرقام أشخاص تانيين يعني ما ياخدين عن نفسه هو العمل لشري 3041 إن شاء الله هذا الموضوع يعني نحن بس تخلص التحقيقات هذا الموضوع كون أكيد وإن شاء الله بنتابعه نحن وياكم ويكون صار بالنياب العام أنا بس بدي قبل ما تختم رياض بدي أتأمل لأنه بعرف أنا كانت وزارة الصحة محرجة أو يعني مضغوطة عليها بسبب وضع كورونا من المستشفيات ما قادرة تعمل مشاكل مون على يسوعبوا كل الحالات أزمة كورونا خفيت والمستشفيات والترسون بعدها عم تطلع لألا يعني بدي أقول لك شغلي نحن في مستشفيات وخاصة المستشفيات الحكومية بأزمة كورونا وقفت وقفة شجاعة أخدت بصدر هذا الوباء وتحملت أنا هون بحني معظم المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة وفي مستشفيات خاصة بهذه الأزمة جربت تبتز وزارة الصحة معك 100% على أمل على أمل يؤف لبتزاز شكرا إلىك سيد فادي يا أفيد الله أفيد